خاني أسألك سؤال مهم جداً كلنا مش هقول بنعاني منه بس مؤخراً بقينا كلنا عندنا حاجة اسمها الشوجر كريفنج يعني إحنا بنيجي على بالليل كلنا عايزين حاجة مسكرة إزاي بتجي كير أولاً بوضع الجاكتب يعني عارب لهو أزمة بنعاني منها كلنا نعاني ده إزاي أو أتغلب على ده إزاي يعني إيه بيجي لي شوجر كريفنج بيجي لي شوجر كريفنج آه عايز ناكل حاجة مسكرة دلوقتي آه بالزبط ده جزء من علامة إن صاحب هذا الحدث قرب على السكر ما إحنا عندنا دلالات مؤشر ده يخلي بقية تحييل آه فحيلاقي إن الصايم بتاعه أعلى من الفاطر حتى ده أول حركة بسيطة جداً دكتور أنا بتغدى خلص الغدى أنا عايزة حاجة مسكرة دلوقتي مع الشاي ده مؤشر إن أنا ممكن يجيلي السكر آه مش للدرجة دي ما هو يعني الحكاية مش بس هو ده البدايات الإكلينيكية حيلا آه ده نخلي بالنا يعني أصلي مفوضة إن إحنا نعمل تحاليب بقى أفضل حاجة إن إحنا دايما لما نيجي ناكل ما ناكلش السكر الأبيض العادي أو الحاجات المحلاة أو الحلويات اللي هي كلها سكر وده مش هنقدر نعمله لإن إحنا يعني جميع بيما فيهم والدكتور حياتنا كلها كده بس أنا بعمل حاجة مهمة جدا ما بشرفش حاجة بسكر بس بأكل حاجات بسكر آه فالعيش ده سكر الخبز اللي إحنا بنكله فكل المخبوزات والحلويات والأكل اللي إحنا بنتعامل معاه كله في حتى اللحوم اللحم اللي إحنا هقولك أنا هاكل لحم يعني لو قلنا 100 جرام من اللحمة ده يفيها 27 جرام بروتين والباقي دهون وكاربوهايدريت فإحنا الأكل اللي إحنا بنكله كله فيه كاربس وفيه دهن أنا لازم أنظم فلازم أكل السكر اللي إحنا بنسميه كومبلكس اللي هو مش سهل على الجسم التعامل بيفتته أطول فلازم أخذه جوه الخضار جوه البقول ما زودش عن سمرة واحدة في اليوم أبعد عن الحلوات المباشرة الشوكولاتات البزبوسة الحاجات اللي فيها كتلة سكرية ده لو نظمت الحياة مع الحركة المستمرة الناس اللي بتعمل أنواع من الرياضة ونزود في البروتين البروتين بتاعنا يبقى حوالي 30% من الأكل اللي إحنا بنكله قبل وبعد البروتين بيسد النفس جدا بيحسن الشهية بالهرمونات اللي إحنا بنتكلم عليها يعني بيحسن الموضوع الموضوع معقد داخل المعدة وداخل مركز المخ فالبروتين من أحسن الحاجات اللي بتضيع هذا الإحساس والرياضة كمان زي ما حضرتك ذكرت ممارسة النشاط الرياضي أو المشي حتى بأبسط حاجة دي مهمة جدا لصحة الإنسان